هنروح لفريق أو منتخب مصر اللي كرة السلة واللي بياخود بشراسة الحقيقة كأس عالم قوي جدا 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 يعني بيدور دلوقتي في ماليزيا والفلبين وإندوليسيا تلات دول دول منظمين البطولة الحقيقة منافسة شرسة جدا فرق الحقيقة أنا مش عارف في إيه الله العظيم يعني كأس عالم جامد جدا مصر لعبة أول مطش مع لتوانيا فريق جامد تامن العالم فريق محترم جدا خلصت النتيجة تلاتة وسبعين سبعة لا أكتر تلاتة وتسعين سبعة وستين تلاتة وتسعين سبعة وستين مش تلاتة وسبعين تلاتة وتسعين سبعة وستين دي نتيجة المباراة الأولى لمنتخب مصر مع لتوانيا يعني فرق حوالي حاجة وعشرين نقطة ده كان متوقع وطبيع من لتوانيا ولأ قلت لكم لتوانيا فرق جامدة جدا أنا لعبت مع لتوانيا دي هناك في لتوانيا من يعني نقول 15-20 سنة والحقيقة هم هناك اللعبة الشعبية الأولى البسكت والشعب نفسه طويل فالتوانيا كان ماتش صعب الماتش اللي بعد كده كان مع الجبل اسود ويخسرنا برضه بنتيجة يعني 89-74 فرق 15 نقطة فضل لنا مباراة واحدة يوم الثلاثة الساعة 11-45 هنلعبها مع المكسيك ده أملك الوحيد ان انت تكسب المكسيك طب ليه عايز تكسب المكسيك الموضوع مش موضوع ترتيب خلينا اشرح لكم بقى القصة شوية عشان فالتوانيا كسبت المكسيك فرق 30 نقطة وانت خسران من لتوانيا فرق حاجة وعشرين بقى انت والمكسيك قريبين وانت لعبت المكسيك في الامارات خسرت منهم فرق 8-9 وانت لمطش في الملعب طب انت عايز تكسب المكسيك ليه خلينا اشرح لكم حاجة مهمة جدا اتحاد الافريقي من حوالي كأسين عالم فاتوا قال لك ان هعمل التقاهل ويندوز لبطول الكأس العالم ما عادش بقى فيه مباريات كلنا زمان على ايامنا هنلعب بطولة افريقيا والاول والتاني يطلعوا كأس عالم فهم بياخدوا اربع فرقه فكان هاي بقى اللوجيك اول تاني 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 رابع يطلع كأس عالم لأ هو غير النظام خالص والاتحاد الدولي اللي غيره بطولة افريقيا اتحاد دولي عمل ويندوز او النوافذ بتتعامل زي دورات مجمع اربع دورات مجمع بيطلع منها فرقة تطلع كأس عالم فرقة تطلع كأس عالم او اتنين يطلعوا كأس عالم طلع الاربع كأس عالم وده كوتا او حصة افريقيا في كأس العالم طب الاولمبيات هيعمل ايه قال لك لا انا مش هعمل ويندوز تاني كان زمان بيعملوا حاجة تاني افريقيا تتلاقي بكل سنتين السنتين او البطولة دي مؤهل الكأس عالم يخلص كأس عالم تيجي وراها السنة اللي وراي بكأس عالم تيجي السنة اللي ورا بتعلم أفريقيا مؤهلة لللمبيات تلعب أولمبيات تلعب أفريقيا كأس عالم أفريقيا اولمبيات وهكذا اللي بتاهل الأولمبيات كان بيبقى الاول ودي كانت مشكلة جيلة احنا كنا دايما بنصادم بأنجولا اول شكرا من طلعش أولمبيات كنا يعني حظنا أنجولا بتاخدنا في قبل النهاي fail وحتى لو كنا طلعنا النهاي برضو كنا بلعب أنجولا فأنجولا الحقيقة يعني كانت معلمة علينا جاملة في جن فاللي حصل دلوقتي إنه قال لك لا مش هعمل للأولمبياد بطوط أفريقيا أو ويندوز الفرق اللي راح الكاس عالم أحسنهم ترتيب في كاس العالم هي اللي تاخد البطاقة التأهل للأولمبياد نعم آه كله مرتبط ببعض يمكن ده الاتحادي الدولي الوحيد اللي عامل كده فأنت عندك أربع فرق أفريقية بتشارك النهاردة في كاس العالم خمسة أنا آسف أنا آسف خمسة طلع خمسة منهم كاس العالم عندك مين؟ عندك مصر طبعا جنوب السودان عندك رأس الأخضر كودفوار عندك أنجولا دول الخمسة اللي مشاركين دول الخمسة اللي مشاركين في كاس العالم الحقيقة كل الفرق خسرت ما شاء الله في الأفريقية معادة أنجولا كسبت مطش واحد فده هيرتقي بها في الترتيب فجنوب السودان خسرت من بورتريكو بمعركة بعدك شاية طيب جنوب السودان عامل عظمة عندها مطش وأنجولا كسبت الفلبين 80-70 فإذن هنا على أرضها على فكرة فإذن أنت النهاردة عندك لازم تكسب المكسيك طب مطشك مع المكسيك أخباره إيه؟ أوراية اسمعوا مني أوراية ممكن تكسب